قراءة طبعاً راح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لإلك أو طاقتها تنطلق عليك مثل دائماً راح نسحب كروت للتوضيح ورح نشوف طاقتك الأول بعداً طاقت الشريك ونشوف خطواته القادمة وأيضاً مشاعر الباطنة أو نواياه الخفية اشتركوا في القناة هل بنستكدا؟ لقد نست� Eden civilizations رح نبلش بطاقتك أول يا برج الأسد شوف طاقتك الحالية شو هي عم شوفك بداية برج الأسد عم يحاول يكون شخص اجتماعي بها الفترة في عندك مشروع أنت باشنة أو أنت متحمس من أجله أو في عندك تكره براسك أنت متحمس من أجلها أيضا في عندك شخص بحياتك حاليا عم تعتبروا كأنه سولميت أو أنت حاليا ببداية علاقة جديدة أو في عندك شخص بحياتك بدك تبدأ معه علاقة جديدة والشخص أنت بتحس تجاهه بشغف أو بباشن كتير عالي وأيضا الأمور بينكم عفوية مش معقدة الأمور بينك وبينها الشخص باقتها كتير عفوية لسا عم تحس بمشاعر بعض منكم عم يحس أنه انضلم بإشي معين عندك يعني أنت بتحس أنك مظلوم بشان إشي معين أيضا بتحس بخسارة في عندك عروض عم تشوف أو أنت محوط بأشخاص حواليك كتير أو في عندك عروض عديدة للحب ولكن أنت مركز على الجانب السلبي للأمور لأنه في عندك مشاعر بالندم وعم تقضي وقت كتير تفكر بخسارة أنت مرت فيها بالماضي أو ممكن عم تمر فيها حاليا البعض منكم عم يحس أنه مظلوم بنا نشوف طاقة الحبيب الحالية أو طاقة الشريك سادنس الشريك عم يحس أو الحبيب عم يحس بحزن حاليا عم هو متحفظ على مشاعره هالشخص زعلان أو حزين ومش عم يعبر عن مشاعره تجاهك عم شوف أيضا أنه في حكم أصدر بحق هالشخص أو بينكم صار فيه بعد وبينكم انتهت العلاقة لأنه هالشخص برغم المشاعر اللي عم يحس بها إلى أنه في عنده صعوبة أنه يعبر عن مشاعره لإلك أو يحكي لإلك هو شو بيحس فيه بينكم مثل الحكم أصدر البعض منكم ممكن يكون قرر إنه ينهي العلاقة أو قرر إنه يترك أو انفصلته نشوف إنه هو وحيد حاليا ما في حدا بحياته وهو عم يمر بيه عم يمر بيه عم يمر بتكملة كارما أو في عنده تشابتر أو في عنده فصل بحياته هالشخص رح يسكره أو حاليا عم يسكر فيه في أمور عم تنتهي بحياته هالشخص ايضا عنده أو الساحر فهالشخص عم يستخدم أو أو طاقة الجذب عم يحاول إنه يجذبك إلى حياته أو عم شوف إنه في عنده فكرة معينة بحياته هالشخص ممكن يكون عم يحاول يرسل إلى طريقة إذا أنت وهو مش عم تحكم مع بعض رسائل روحانية وعم يحاول يتواصل معك بالمجال الروحاني فننشوف طاقتكم المشتركة أو ما هي ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي أدت إلى إنه يكون في مشاكل بينكم أو اللي قدت إنه يكون في نزاع بينكم انت اللي بتحس فيه هو اللي بيحس فيه إنت عم تشوف إنه فيه صعوبة جدا بإنك تعبر عن اللي بتحس فيه واحدة من الأسباب إنه إنت وهو عم تتخده منطق فرض الرأي أو فرض الهوة يعني إنت بدك تمشي اللي أنت بدك يا لأنه عندك فإنت عم تحاول تمشي الأمور بمنطلق القوة مع إنه بعض الأمور تتطلب يعني بينك وبين هالشخص بتطلب بعض الدبلوماسية أو بعض المرونة وحدة من الأسباب اللي اللي سبب تخلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم إنه إنتوا ما بتحكوا فعلا شو هو اللي بتحسوا فيه بتكتموا على مشاعركم من أجل إنه يعني تبان بشخصية أقوى يعني إنتا بدك هو أيضا بده يبان بشخصية قوية يعني بتحس إنه إنتا بستعبر عن مشاعرك ما بدك تين بكرامتك أو تنزل من من كرامتك تجاه هالشخص بتعبر عن اللي بتحس فيه عندكم كرامة عالية إنتوا هالشخص أيضا فيه تغييرات صارت من النحية العاطفية بينكم يعني ببداية التواصل بينكم أو ببداية العلاقة بينكم المشاعر كانت عالية بينكم التواصل بينكم كان كتير عالي ولكن فيه تغييرات مفاجئة صارت بينكم فيه لخبطة صارت فجأة خرب الوضع بينكم فجأة فممكن تكون أنت وهالشخص بديت بالعلاقة بسرعة وانتهت أيضا بسرعة أيضا أساسات العلاقة عم شوف بينك وبين هالشخص كان فيها شوي خمل أو كانت مهزوزة شوي لأنه الكرت عندك مكرر مرتين بيهدك وبيهدك الأساسات بينكم ما اشتغلتوا عليها صح ما كنتوا من بداية العلاقة صار يحيل مع بعض فالأساسات بينكم مش قوية كتير فمشان هيك صار فيه لخبطة بينكم أيضا ممكن أنت تكون تشك فيه من الناحية العاطفية أنه هو مش يعني ممكن هو بيحكي لك أنه بيحبك أو إشي بس أنت ممكن يكون فيه عندك شك بحقيقة مشاعر هالشخص فهي أيضا تعتبر من الأساسات المهزوزة بالعلاقة خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل عم شوفك عم تركز رح تركز على الأمور الإيجابية يعني فيه عندك بالمستقبل نضرة إلى الأمور ولكن من ناحية إيجابية يعني بدك تنظر على الجمال للإشياء على الإشياء الجميل للشيء وتركز عليه أيضا نشوف من ناحية الكمينيكيشن أو من ناحية التواصل فيه عندك رح يصير مع شخص تواصل كتير منيح شخص رح تتفاهم معه بجوز هو نفس الشخص هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين رجوع وللي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون أفضل ولكن عندك نايت أوف كنتيكلز هاي الفارس فارس الكوينز أو فارس النقود حركته بطيئة شوي فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات أكتر يعني قبل ما تتخذ أي قرار عم شوفك عم تدرس الأمور أكتر أيضا أنت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي عم شوف أنه أنت ناين أوف كوبس أنت بتفكيرك عم تطمح إلى كيف توصل إلى الرضا النفسي أو إلى الرضا الذاتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص فبشوف من جهة برج الأسد البعض منكم فعلا بدوا يحط مجهود بها العلاقة أيضا الأبراج اللي ممكن تتعامل معها قبل إنسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيبة المستقبلية الأبراج اللي ممكن أنت عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية ولكن بتوقع أغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك ممكن بعم تكون عم تتعامل مع أبراج ترابية مش عم نشوف كتير أبراج مائية ولكن إلا غالبية ترابية وأيضا هوائية ممكن يكون مائي هالشخص ولكن مش كتير مبين عندي مائي ممكن يكون أي برج طبعا هاي فقط احتمالات بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة أو خطوته في المستقبل عم نشوف إنه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص عم يحاول يتقرب إلى الله أكتر أو عم يحاول يعني يرتقي أو يعلى بروحانياته لأنه هو بده عم نشوف بده أيضا يصلح الأمور معك من من الناحية العاطفية بده يكسبك كصديق هالشخص قبل قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم عم شوفه منعزل وإذا أنت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه عم يراقب من بعيد علاقتك أو عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الأشخاص اللي جديدة بحياتك شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله عم عم يبحث عن عن أجوبات بالمجال الروحاني أو عم يحاول إنه يفهم آخر العلاقة بينكم شو هي لأنه مبين إنه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة في أوراق مائية هون كتير فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لإلك أو كتير بيكم مشاعر آآ لإلك إلى إنه عنده فهالشخص من ناحية العقلية مشوش لسه لسه مشوش آآ لسه في عنده مخاوث آآ داخلية أيضا عم يحس إنه هو بصراع عم يحس إنه في منافسة بينه وبين الأشخاص اللي حواليك أو في منافسة بينه وبينك تجاه آآ اشيوعيا عم يحس إنه العلاقة بينكم آآ فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي وهو عم يحس إنه دائما آآ لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص ولكن عم شوف إنه عنده The Empress Card The Empress Card هاي إمرأة بتوتع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك إنت شخصياً ونشوف إنه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة وأيضاً فقط هو في عنده شوي 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 مخاوف وبرانوية من نسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل فإنت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم أو كيف تصلحوا الوضع بينكم عم شوف إنه إنت عندك النية وهو أيضاً عنده النية إنه فيكن تصليح للأمور والوضع بينكم أيضاً عندك temperance card temperance card أيضاً ترمز إلى الشفاء يعني الكرتين هدول بيحملوا نفس المساج أو نفس الرسالة فإنت وهو بدكم توصلوا إلى نقطة وسط أو نقطة عدل أو نقطة تحلوا فيها الأمور بينكم بتنتعل من الناحية العاطفية لأنه في عندكم يعني في عندكم بالعاطفة برج الأسد بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص وممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد أو شخص آخر ولكن عم شوف للبعض منكم برج الأسد اللي منفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع الحبيب يعني في عندك بدايات جديدة أيضاً طيب ممكن أنت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزة هالكرت بيتبع برج الجوزة ممكن عم تتعامل مع برج السرطان هالكرت بيتبع برج السرطان وممكن أيضاً عم تتعامل مع برج الثور أنه هالكرت عم يتبع برج الثور أيضاً جميع الكروت التوضيحية بالدك هاد جميعها ميجر أرقانا أو من الكروت الكبيرة يعني في تغيرات كبيرة رح تصير بينكم بين هالشخص هلا نساوي بريكداون لكل كرت بلافوز كايرت انتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار أو رح تنحط بمطرح إنه لازم تختار بين شيئين أو تختاروا إنه ترجعوا لبعض أو لا أو تختاروا إنه تصلحوا العلاقة مع بعض أو لا يختلف الوضع من شخص إلى آخر أيضاً يعني في عندكم تقدم رح يكون سريع بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك إنت مع بعض الوضع الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع لأنه هالورقة تحكي عن التقدم إلى الأمام وأيضاً رح يكون تقدم كتير سريع بالنسبة لها الكرت آخر كرت في آآ عم شوف إنه أنت هو عم تفكره بالتزام جدي أو ارتباط جدي لأنه هالكرت كرت الزواج ولكن مش ممكن يعني بالضرورة إنه يعني زواج ولكن بهاني شيء آآ جدي يعني إذا أنت وهو بعلاقة كاجول أو علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة إلى إنه يكون فيها آآ ارتباط أو اذتزام جدي أيضاً البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع إلى خطوبة أو من خطوبة إلى زواج آآ الفكرة بها الكرت إنه الأمور يعني رح آآ تطلع ستيب أعلى أو رح تطلع خطوة أعلى فهي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير آآ كتير منيحة عم شوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي آآ مع الحبيب في عندكم فرصة بدك أنت تشوف إذا آآ رح تستغلها أنت وهالشخص ولكن في عندك فرصة آآ آآ في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني آآ صفحة جديدة وأيضا التاقة بينكم رح تكون كتير سريعة ففي آآ فرصة لبرج الأسد كتير عالية ببدايات حب جديدة وأيضا تواصل تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح أوكي حباي ببرج الأسد بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكاين إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا